الانسحاب الكارثي للولايات المتحدة من أفغانستان يشهد على الفشل الفكري والأخلاقي للنخبة الأمريكية من قيادة عليا والبنتاجون ووزارة الخارجية ونخبة السياسة الخارجية والأمن القومي وسقوط الامبراطورية الأمريكية نتيجة لذلك هكذا رأت صحيفة أمريكان كونسيرفاتيف في مقال لها بعنوان سقوط الامبراطورية الأمريكية ما آلت إليه الأمور في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة طالبان عليها الصحيفة رأت أن نتيجة سياسة واشنطن والنخبة الأمريكية الحالية المهتمة أكثر بشن حروب ثقافية كانت هيمنة إيران على العراق وسوريا فيما عادت طالبان مرة أخرى إلى الحكم في أفغانستان صحيفة الجارديان البريطانية ذهبت أبعد في وصف الواقع في مقال بعنوان أفغانستان والعراق وليبيا والدولة الإسلامية قائمة فشل التدخل الغربي وتقول الصحيفة أنه بات ينظر الآن إلى الحرب الأمريكية على أفغانستان بأكملها على أنها فشل ذريع إلا أن أهميتها الحقيقية أنها كانت مجرد الأولى بين أربع حروب فاشلة أما الثانية فهي حرب العراق التي استمرت ثماني سنوات وانتهت بسحب أوباما للقوات الأمريكية وفي عام 2011 كانت الحرب الثالثة الفاشلة وهي العملية الفرنسية البريطانية للمساعدة في الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا والتي تلقت دعما من الولايات المتحدة وإيطاليا وما كان متوقعا في ليبيا بحسب الصحيفة هو تحقيق انتقال سريع إلى دولة غنية بالنفط موالية للغرب تصبح أيضا سوقا جاهزا لشركات الأسلحة الغربية وبدلا من ذلك كان هناك عقد من عدم الاستقرار والانعدام العميق للأمن فيها أما الحرب الرابعة الفاشلة فتمثلت بالهجوم الجوي الذي استمر من عام 2014 وحتى 2018 على تنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة مع مشاركة المملكة المتحدة وفرنسا وشركاء آخرين في الناتو وكانت الاستجابة الغربية مع بعض الدعم الإقليمي بحسب الصحيفة مثالا كلاسيكيا على الاتجاه الجديد نحو الحرب عن بعد وباستخدام انتقائيا للقوات الخاصة وفي حالة تنظيم داعش بالاعتماد الشديد على الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران لكن ذلك يبدو الآن أجوفا مع وجود ما يصل إلى عشرة آلاف شخصا من القوات شبه العسكرية لتنظيم داعش في العراق وسوريا والعديد من التنظيمات المسلحة في أفغانستان